احتفلت محافظة الأقصر باليوم العالمي للسياحة حيث تم تنظيم احتفالية كبرى بساحة معابد الكرنك وسط أجواء شعبية واحتفالية وأكد محافظة الأقصر مصطفى ألهم أن المحافظة تعمل خلال الفترة الأخيرة على تطوير طريق الكباش الفرعوني والذي قرب على الانتهاء لافتاً إلى أنه يتم تطوير المنطقة المحيطة به وطلاء الواجهات للمنازل باللون الموحد تمهيداً لافتتاحه في الأسابيع المقبلة كل عام وإحنا طيبين بالنسبة ليوم العالمي للسياحة حدث جميل وإحنا النهاردة موجودين في معابد الكرنك وبيصادف بداية الموسم السياحي لنحنا كمحافظة الأقصر وفي نفس الوقت استعداداتنا لاستقبال حدث هام زي حدث طريق الكباش واستعدادات المحافظة اللي بتأخرش فيها أبداً أن نحن نبتدي الشغل بتاعنا عشان نستقبل الموسم السياحي بالإضافة إلى الحدث الهام وزي ما حضرك شفت بسم الله إن شاء الله إحنا العداد ابتدت في زيادة وربنا يكفينا شر كورونا إن شاء الله السنة دي ونرجع لعددنا القديمة وزي ما إحنا كنا بنقول ابتدينا نعدي العدد اللي كان بيبتدينا فيه في 2010 وبتدينا تتجوزه لكن معاليش جاءت كورونا في 2020 أثرت علينا شوية لكن ده نقول الحمد لله بخطوات اللي خدتها الدولة والخادة السياسية واستشرفنا الأزمة من أولها وقدرنا نحن نقضى عليها وما سأسرنش زي بقى دول العالم بالأثر السلبي للكورونا فبنقول كل سنة وإحنا كلنا طيبين ومصر كلها بخير خلدة وجاشا وشعبا وفي نفس الوقت بنقول الحمد لله زي أنت بحضرك شفت العدد ابتدت في تزايد عندنا ناس جايلنا من الغرداء عندنا ناس الحمد لله بتشغلين عدد كويسة من الفنادق السبتة ومن الفنادق العيمة ومنقول إن شاء الله السنة ده هتبقى أحسن مسال فاتت بكتير وبإذن الله إحنا وغدين استعدادات على جميع مستويات المحافظة من كل القطاعات بالتنصيخ مع معالي وزير السياحة والأثار دكتور خارد العناني ومع رئيس المجلس الأعلى للأثار وفي نفس الوقت مع كل أخواتنا الموجودين معنا في الأثار وفي السياحة